إن كنت مصمم، مصور، مونتير، مصمم 3D أي شخص بتعامل مع المحتوى الرقمي بوقتنا الحالي إذا ما بتعرف ش يعني هستوغرام، كمل معنا الفيديو هستوغرام، 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 هستوغرام شو يعني هستوغرام؟ أولاً هستوغرام هذا هو الشكل، اللي هو المدرج البياني هو تحليل لمجموعة بيانات رقمية لكن ع شكل رسمي هاي الرسمي بتسهل علينا قراءة هاي البيانات وعليها منصير نتخذ القرارات بشكل أسهل خلينا نأخذ مثال بسيط على هستوغرام عملي ممكن نستخدمه منروح على الإكسل شيء وبالإكسل بعبي مثلا أبل، أورانج، شيري، بانانا، كيوي، منغا بالمحل وبحط الكمية فأنا عندي 20 تفاح مثلا، 12 كرازير يعني هذا الجدول بسيط بقدر أقرأه بس لما يكون عندي مثلا 255 منتج صعب تصير تقرأ الجدول كثير كبير بصفة فشو الحل؟ الحل أنه ممكن أمثل هاي الأرقام بشكل رسم بياني بساعدني أحللها بشكل أسرع وأفضل وعليه أتخذ قراراتي فأنا بقدر أروح على إكسل أحدد الجدول خلي يعطيني رسم بياني له فهيك أنا بصير عندي مثلا تحليل أبصد للبيانات الأرقام اللي عندي بدلا ما أقعد أحسب خلاص بصير أطلع عندي الهستوغرام فهو والله التفاح مبين أنه أعلى إيش عندي مثلا أقل إيش عندي المنغل لأنه أصغر حجم وهكذا هيا عرفنا إيش هو الهيستوغرام أو الرسم البياني ماذا هو الهيستوغرام بالتصوير؟ الهيستوغرام بالتصوير هاهوا اللي هو تمثيل للبيكسلز بالصورة حسب الإكس بوجر تاعها لا تركزوا كثيرا بالتعريف هلأ نحكي عنه شو من استفيد منه الهيستوغرام؟ الهيستوغرام بالتصوير تمثيل لشغلتين إضاءة البيكسلز اللي بالصورة بيوزحها حسب إضاءة تعتها أو بيقوثين لأكمن الى إكسبوجر مع الكمية فإذا أدعنا إلى الهستقرام نبدأكم بأن نحلله كيفية الإيستقرام a هو تكون من محورين محور أفقي ومحور عمودي المحور الأفقي يمثل الى إكسبوجر الإكسبوجر لكل بيكسل المحور العمودي بيمثل الكمية كونتيتي فهيك أنا عندي محور السين إذا بتتذكروا بالمدرسة محور السين يمثل الإضاءة ومحور الصاد يمثل كونتيتي الكمية بيبلش الهيستغرام من اليسار لليمين فبيبلش هنا القيمة الصفر يعني عندي black أسود وبصحب لليمين 100% أو بدي ركزولي على هذا الرقم 255 بيعطيني white هيا لما تكون الصورة ثمانية بت بيعطيني 255 تدرج و255 عامود بالنصف بيجي عندي لو نحسبها بالنصف بالضبط اللي هو درجة رقم 128 اللي بتيجي بالنصف بين الأسود والأبيض منسميها 50% grey اللي هو السكني 50% ورح نسمع هذا المصطلح الكثير الهيستغرام كمان منوزعه لثلاث مناطق حسب الإضاءة اللي على يسار الهيستغرام اللي هي المناطق الغامقة منسميها shadows والعايمين الهيستغرام المناطق الفاتحة منسميها highlight واللي بالنصف اللي هي فاتحة ولا غامقة ما بين وبين منسميها mid-tones خلينا نكتبها مع السرعة هاي الهيلايت والmid-tones والshadows فالهيستغرامة بساعدني أفهم انه أنا مثلا في عندي كمية جيدة من المد-tones بالصورة وكمية أقل شوي بالshadows وكمية قليلة جدا من الهيلايت كلما كان العمود عالي معناته الكمية أكثر بسيطة و واضحة طيب شو بيخلينا أستفيد هذا الإستغرام واحدة من أكثر المشاكل اللي بتصير معنا كمصورين نعرف إذا الصورة أنا عندي مظوية صح ولا غامقة ولا فاتحة ولا معتمة ولا مظوية زيادة فأنت ما بتقدر تحكم من الشاشة عندك يعني مثلا أنا خلص تعديل الصورة أوه ممتاز والله عاجبيت بتيجي بترفعها الفيس وقت تفتحها من تلفونك بتلاقيها under exposed معتمة أو بتلاقيها over exposed طب ليش ما هو ممكن شاشة لابتوبك أنت نفسها بتكون لبرايتنس تاحها عالي أو لما مثلا تيجي تصور عندك بالكاميرا بتكون معلل لبرايتنس تاع شاشة الكاميرا ويا ما صارت معي مثلا لما تصور الصورة تيجي تطلع عليها وانت بعز الشمس ما راح تقدر تميز إذا الصورة exposure تاحها صحيحة ولا فشو الحل؟ الحل الأفضل اللي هو الهيستوغرام بشكل عام المفروض الهيستوغرام يكون موزع بشكل كامل عندي شدوز وميت تونز وهي لأ والميت تونز تكون هي الكمية الأكثر المفروض هذا بشكل عام في صور عادي كون رايح للإشمال وهلا راح نأخذ أكثر من المثال نشوف كيف الهيستوغرام رايح معي لليمين والإشمال فخلينا نشوف مجموعة أمثلة على أشكال لهيستوغرام ونبلش نحللها شوي شوي حكينا بشكل عام الهيستوغرام راح يحتوي عندي على مجموعة بيكسل الهامقة دي ميت تونز أكثر وعندي شوية هايلايت هذا بشكل عام نحك خلينا نشوف أشكال ثانية للهيستوغرام ممكن نواجهها نفترض الهيستوغرام تطلع معايك الآتي بلش من هون مثلا وبلش يطلع زي هيك شو قاعد بعطين معلومات ما فيش عندي شدوز نهائي في الصورة وفيش عندي ميت تونز فكل الصورة فاتحة فهاي بشكل عام إذا شفنا هذا الهيستوغرام بعطينا دلالة أن الصورة أوفر اكسبوز أوفر اكسبوز يعني كثير فاتحة فهاي واحدة من استخدامات الهيستوغرام لو شو ما فتحت على أي شاشة التليفون الكاميرا اللابتوب وشفت الصورة غام قوفات حوالها آخرهي خلص اتفرج على الهيستوغرام وهو اللي بعطيك القرار الصح فشو الحالية ليو بروح أنا بقلل الاكسبوجر عبين ما يصير بالنص هاي البيكسلز بالعكس بكل بساطة أنا ما عنديش هايلايط ولا عندي متونز فكل الصورة عندي شادوز معنات الصورة عندي under exposed احنا بنحكي بشكل عام حلما بنشوف في حالات للهيستوغرام بيكون كله رايح لليسار لكن بيكون إضاءته صحيحة لأنه لما نصور المجر مثلا طبيعي جدا تطلع الصورة كلها غامضة وهذا إش عادي تمام لكن احنا بنحكي بشكل عام مشان بلشيك نفهم على الهيستوغرام شو بعطينا معلومات انه هون الصورة under exposed بدنا هيك نعرف مصطلح جديد بالهيستوغرام اللي هو move to right حرك الهيستوغرام لليمين ايش يعني يعني اسحب هاي البيكسلز ووديها لليمين يعني ارفع exposure اسحبه لليسار يعني نقلل ال exposure طيب نأخذ مثال ثالث لو عندي أنا مثلا الهيستوغرام زي هي كل البيكسلز في النص هذا بعطيني دلالة انه أنا لا عندي shadows ولا عندي highlight عندي كل الصورة من tones بهاي الحالة شو منحكي لها low contrast التباين عندي قليل جدا لأنه ما فيش عندي shadows و highlight متى ممكن تصير معنا هاي الحالة لما نصور مثلا بالضباط او لما تكون الشمس كثير قوية لكن السماء كثير مغيمة فكل اشي بيكون ضاوي زي الصفت بوكس بهاي الحالة بنسميها low contrast طب لو قدنا نتخيل شو هو ال high contrast يعني عندي shadows كثير ها بلشت احكيها و highlights كثير فقبل ما ارسمه اتوقع عنكم بلشتوا تشوفوا كيف شكل الهيستوغرام رح يكون فالهيستوغرام تقريبا شكله رح يكون زي هيك اللي هو ال U shape شكل ال U فال U shape دلالة عال high contrast تباين جدا عالي عند كثير ظلال و عند كثير highlight و هاي ممكن نواجهها لما نصور مثلا الشمس بعز الشمس الساعة 12 الشمس بتكون كثير قوية والظلالة كثير مليانة بعطيني ركون eyes عيون الركون اللي هو في ظل بتحت العيون لما تكون الشمس فوقي هيك اتوقع بلشنا نفهم شوي ايش هو الهيستوغرام ايش ممكن يفيدنا واحد من اكثر المشاكل اللي رح نواجهها لما نقرأ الهيستوغرام انه نفس الصورة رح تطلع معي غامقة شو ما عملك مثال هاي الصورة من تصوير صديق زيد البحراوي هذا التصوير يندرج تحت ال astro photography اللي هو تصوير الفضاء تصوير النجوم تصوير المجرة و اجينا بدنا نفتح الهيستوغرام و نقرأ هاي الصورة رح نلاقي انه كل الهيستوغرام رايح لليسار لكن هون الصورة مش under exposed الصورة هي تقريبا صحيحة ضائتها طيب هيك بدنا نبلش نحلل اكثر في الصور في ايش اسمه gray card الكارت السكني هاي بتشتروها من محلات بيع اكسوارات التصوير و بيكون فيها الابيض والخمسين بالمئة gray و الاسود فانا لو اخذت صورة للغري كارد المفروض انه نحدد هاي المنطقة و يطلع عندي ال exposure في النص فهون انا بتأكد انه عندي الفيديو او الصورة او السين اضاءته صحيحة مئة بالمئة هلا انا ما بستخدم gray card بستخدم color passport او color checker فيه ال gray card تيجي جازة فانا اخذت صورة لهذا السين هلا كيف دا اتكد انه اضاءته صحيحة بروح مثلا على photoshop لو بداخذ ال crop tool بس احدد المنطقة السكني طلع الهيستوغرام كيف تغير مثلا لو بداخط عوجهي بس عوجهي طلع اوكي بيعطين الهيستوغرام تقريبا over exposed بس مش هون المشكلة ما بقدر احكم عن طريق وجهي اذا ال exposure صحيحة او لا لانه ممكن بشرتي نفسها فاتحة ممكن اكون اسف فانا ما بقدر احكم على exposure من البشر بمسك ال crop وبسحبها بحطها بس على منطقة ال 50% grade لاحظة ان الهيستوغرام عندي مش بالنص 100% فهاي دلالة ان الصورة عندي over exposed اتوقع بنص stop شو الحل اني اغمقها شوي بمسك ال exposure خلين اغمقها بين ما يصير بالنص الهيستوغرام فهاي بلغي ال crop tool اتطلع وهي قبل وهي بعد وكانت عندي الصورة over exposed اتوقع الى وضحة الفكرة داما نخص صورة لل grey card وبعدين على photoshop بتروح على كل الصور بتعدل ال exposure تحتها حسب grey card لاحظة انه في عندي كمية ظلالة كثير كبيرة هلافسين انا عندي مضوي صح عندي key light وعندي back light هاي تفرج على الفيديو بس الظلال هاي من وين بلوستي غامقة والخلفية soda sec واللابتوب كمان غامق فهذه الهيستوغرام ما بفهم انه مثلا لونهم اسود بفهم انه مش واصلهم ضوء كافي فهو انا شوي بدها بتصير انت تميز الاشي الاكسبوجر تاه صحيح وبينهو نفسه غامق في مصورين بعمل business card تاعتهم grey card 50% نسبتها وهذا اشي ممتاز يعني بفيدك كمصور يضل معك هسه بدنا نتعمق فيه اكثر نحلله من داخل الكاميرا رو فلتر بدنا نمسك صور ونحلل الهيستوغرام تاحه ونشوف كيف ممكن نعدله استعنتبه هاي الصورة من صديق زيت بحراوي بدنا نبلش نقرأ الهيستوغرام هل الصورة هاي الاكسبوجر تاحه صحيح او لا ممكن من الفيديو انت ما تقدر تحكم لانه شاشة تليفونك لبرايتنس تاحه واطي مثلا او انت قعد تتفرج على الفيديو بالشمس فكيف بدنا نحكم نرجع الهيستوغرام خلينا نفتح الهيستوغرام نشوف هاي الصورة تنويه انا عدلت شوي على الصورة قبل ما افتحها مشان اشرح عليها فقط تطلع على الهيستوغرام هاي الصورة بايح لليسار ونوعا ما يعتبر صورة under exposed فشو الحل كيف بدنا نصلحها انا بفضل التعديلات اعملها على camera raw filter لأي صورة ان كانت jpeg او raw فاختصار camera raw filter control shift a او بتروح على filter camera raw filter تطلع هذا الهيستوغرام ما يكله لليسار هالذلالة على ان الصورة معتمة under exposed فبصلع الهيستوغرام كيف بزيد الاكسبوجر عبان ما يصير بالنص تقريبا يعني هيك نوعا ما اتوقع مقبول بس وين المشكلة عندي الهيلايتس المناطق الفاتحة زاد الهيستوغرام فانا بقدر عن طريق الكاميرا raw filter اتحكم بس بالهيلايتس وفيه سلايدر خاص فيه هاي فبقدر انزله هاي هيك انا رفعت الاكسبوجر تاع الصورة ورجعت الهيلايتس زي مكان وبقدر اتحكم كمان بالشدوس لحاله هلا لاحظوا فيه سلايدرين زيادة white و black الهيلايتس اللي هي الافتح بكثير من الهيلايتس يعني جدا فاتح و الهيلايتس اللي هو جدا غاني بتقسموا بالهيستوغرام جوه الفوتوشوب يعني بدل ما يكون عندي ثلاث تكسيمات في عندي ميت تونس شادوز و هايلايتس وعلى اليمين اقصى اليمين اللي هي نسبة صغيرة منسميها white وعلى اليسار نسبة صغيرة منسميها black يم익 بشكل عام بأي صورة خصوصا باللاندسكيفür يكون عندي لو نقطة واحدة سودا و نقطة واحدة بيضا مشان يسكر عندي الهيستوغرام و يكون عندي موزع بالكامل فانا كيف دي أشوف النقاط السودة اللي عندي هاي و اللي انا عندي هون نقطة سودا و هاي انا عندي نقطة سودا Slim هاي المنطقة سودا و هاي المنطقة سودا أيها انا لم يعني 만약 100% أسود لانه وانه Ice No فكيف بدأ أشوف اللون الأسود 100% داخل الكاميرا رو فلتر في عندي مثلثات صغار هاي الأبيض والأسود لو كبست عليها على المثلث الأبيض طلع جوا الصورة أعطاني تحذير تحذير بلون أزرق انه هاي البيكسل غامقة كثير داخلي بمنحنة لبلاكس ولو ضويت السهم الأسود أنا مراح يطلع عندي تغيير لأنه فيش عندي وايتس أو إشي كثير فاتح فأنا بس هاي دا زيد الوايتس لاحظوا أنه هون بعطيني تحذير أنه أنا عندي الغيوم أوفر اكسبوزد أو صارت خلص كثير فاتحة لدرجة ضاعة التفاصيل فبهاي الحالة أنا بس بدي أن ننزل هايلايتس شوي هاي أنا عندي أكمل نقطة حمرة هون بس أنا مشان ما أضيع التفاصيل في الغيوم بس دا قللها تمام وأزيد الوايتس والميت تونز أنت بتتحكم فيها براحتك تقدر تكمس بس جو الهيستوغرام تاع الكاميرا روه وتسحب لليمين والشمال هاي لاحظوا بسحب معي هون تقريبا إحنا خلصنا كل شي ممكن نفهم ونستخدمه للهيستوغرام لك أي صورة أنت بتطلعها روح يفحص الهيستوغرام تاعها هل هو صحيح رايح لليمين أو لليسار لا يفترض يكون بالنص إذا أنا حطيت غري خصوصا مصممين لثري دي إذا بدك تتأكد للأكسبودر تاع الصورة عندك صحيح 100% خلي عندك أبجكت واحد بس بالسين لغري تاعه 50% ورندر الصور وروح الكاميرا روه فلتر واعمل كروب بس على هاي الجزئية من الجري وتأكد هل الهيستوغرام تاعها صحيح 100% أو لا ونفس الوقت لازم يكون في عندك أشياء غامقة وفاتحة مشان توزع الدينام كرينج يكون عندك الهيستوغرام موزع بشكل كامل على الصورة أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو بلشتوا تعرف شيء عن هايستوغرام بلشتوا تفهم أهميته بالنسبة أنك مصورين أو مصممين حتى إذا عندكوا أي سؤال أو استفسار تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك ليو دوت حماتي أو تكتبوه بالكومنتات على اليوتيوب وأنا بجاوبك واتذكروا دائما أن كل شخص فينا مبدع لكن بطريقته الخاصة يعطيكم العافية مع السلام